السلام عليكم ورحمة الله لكم على الموجزة الرياضية وفقت الفرق بالإجماع على العودة إلى النظام السابع لتجاربة تأهلية بسباقه الفورميلة واحد اعتبارا من الجولة المقبلة والتي تستطيف مملكة البحرين بعد أربعة أيام فقط إلا أن القرار لن يصبح نهائيا إلا بعد موافقة المجموعة الاستراتيجية للبطولة بالإضافة للاتحاد الدولي لرياضة السيارات بعد أن تم تطبيق النظام الجديد للتجارب التأهلية في سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورميلة واحد أولى سباقات الموسم ساد الاستياء وأجواء العاملين بهذه البطولة العالمية حيث أكد عدد كبير من المسؤولين ضرورة تعديل النظام الجديد الذي يتم خلاله إقصاء السائق الأبطأ خلال إقامة الفترات الثلاث للتجارب بدلا من استبعاد الأبطأ بعد كل فترة كما كان الحال في الموسم الماضي ففي الفترة الأولى والتي تمتد لست عشرة دقيقة يتم استبعاد سبعة سائقين وهو نفس العدد الذي يتم استبعاده في الفترة الثانية التي تمتد لخمس عشرة دقيقة على أن يتأهل ثمانية سائقين إلى الفترة الثالثة التي تمتد لخمس عشرة دقيقة ويتم استبعاد أول سائق بعد خمس دقائق ثم سائق واحد كل تسعين ثانية على أن يتنافس على مركز أول المطلقين سائقين اثنين في آخر دقيقة ونصف وكان الهدف من ذلك إضفاء مزيد من الإثارة على هذه التجارب إلا أن ما حدث في سباق أستراليا كان مغايرا لهذا الهدف تماما عندما لم تشارك سوى سيارات قليلة في الجولة الثالثة الأخيرة بعدما اكتفى معظم السائقين بما حققوه مبكرا وقد أكد بيرني إكلستون مسؤول الحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات فورميلة واحد إنه يتعين على القائمين على البطولة تعديل النظام الجديد للتجارب التأهيلية الرسمية للسباقات بعد رد الفعل الفاتر تجاهه بعد تطبيقه في الجولة الافتتاحية للموسم تواصلت بمركز تزيلات البحرين للإعلام بجامعة البحرين فعليات دورة المعلقين الرياضيين التي ينظمها المكتب الإعلامي لمكتب اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام وجامعة البحرين والاتحال البحريني للدفاع عن النفس تحت شعار أطلق حماسك وعلق وذلك بمشاركة نخبة من الإعلاميين والرياضيين وتهدف الدورة إلى تكوين جيلا من الشباب البحريني القادر على ممارسة التعليق الرياضي وفق أسس احترافية وعلمية بالإضافة إلى تنمية غدرات وامكانيات الشباب في مجال التعليق الرياضي يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم استعداداته في العاصمة الأسبكية طاشغند وذلك لمواجهة أصحاب الأرض ممنى منافسات الجولة العاشرة من المجموعة الثامنة للتصفية الأسيوية المزدوجة المؤهلة لنهايات كأس العالم 2018 في روسيا وكأس أمم أسيا 2019 في الإمارات هذا ويحتل منتخبنا الوطني المركز الثالث في المجموعة برصيد تسع نقاط من ما يتصدر المنتخب الأسبكي المجموعة بثامن عشرة نقطة